بالأغلبية صوت مجلس النواب في جلسة يوم الاثنين على مشروع قانون المستشارين والذي سيعمل على تقليص أعدادهم في الرئاسات الثلاث إلى ستة مستشارين وفي الوزرات والهيئات المستقلة إلى ثلاثة مستشارين وتحديد شروط تعيينهم وطبيعة المهام المكلفين بها لتلافي تداخل عملهم بين العمل الاستشاري والتنفيذي أصبح عدد المستشارين في الرئاسات الثلاثة بدلاً من كان القانون مرسل بعدد عشرة أصبح عدد ستة وفي الوزارات عدد المستشارين أصبح ثلاثة والقانون ينظم عمل المستشارين ويضمن حقوقهم بطريقة قانونية يتفق مع القانون والدستور فيما أجل المجلس التصويت وللمرة الثانية على مشروع قانون إصلاح النوزلاء والموداعين لعدم اكتمال النصاب القانوني وعملت الخلافة السياسية على استمرار تأجيل التصويت على التعديل الأول لقانون العفو العام بشأن بعض الفقرات رغم اكتمال القراءة الأولى والثانية له تأسس قانون العفو العام على ثلاث قضايا مهمة اللي هي الاعتراف بالإكره وإذا شخص كان عنده تقرير طبي وسجين اعترف على شخص آخر داخل السجن لأنه مرتبط بقضية التعذيب والآخرين وأيضا بعض الأمور القانونية تكيفها قانونيا بما يخص الخطف وغيرها من هذه المسائل وبعض الأمور اللي تخص الترازل عن الحق الشخصي هناك طلب حكومي واضح أن الاختطاف بكل أنواع وبكل درجاته ينبغي أن لا يشمل بالعفو وكذلك هناك فيما يتعلق بالإرهاب التقييدات لمن يطلق صراحة وعليه هذان المادتان الفقراتان هما الذين أجلاء قانون العفو العام التعديل قانون العفو العام ودع رئيس المجلس سليم الجبوري من داخل الجلسة رئيس الوزراء حيدر لعبادي الإسراء بعملية تحرير الحويجة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من تنظيم داعش وكان لنواب صلاح الدين الموقف ذاته في المنبر الإعلامي لقاعة المؤتمرات لتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي هناك كمجلس نواب طالبنا ولازلنا بضرورة تحرير كل مناطق العراق وعلى رئيسها الحويجة باعتبارها من المناطق المهمة والحيوية والتي بقي تنظيم داعش فيها خلال فترة طويلة دولة تفشل إلى حد الآن في تحرير الحويجة الوضع الإنساني هناك من يحتج الآن أن أقول أن البعض يمنع مرور المواد الغذائية عندما قال زميلي خالد المفرج الآن أن كيس السكر ب7 ملايين ونص لماذا كيس السكر ب7 ملايين ونص؟ لأنه ممنوع مرور المواد الغذائية إلى الحويجة من يمنع مرور المواد الغذائية؟ من يتحكمون بالطريق؟ من يتحكم بالطريق؟ هم مجموعة من العساكر وأنهى المجلس قراءة تقريري ومناقشة مشروعي قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ذا الرقم 21 لسنة 2008 وسط ملاحظات أبدها بعض النواب من داخل مجلس النواب ببغداد زيادها الحرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر